بخمط مهمة في ايه بخمط مهمة لانها البوابة الاساسية لمدنتين تانيين اول مدينة اسمها سلوفيا نيسك والمدينة التانية اسمها كراماتورسك دول المدنتين دول بعد ما كوات الروسية سيطرت على بخمط اصبح المدى بتاع المدفعية الروسية يطول المدنتين دول طب مين الاقرب للسقوط سلوفيا نيسك دي دي اللي المفروض الجيش الروسي هيتجه ليها بعد كده وياخدها ودي اضعف بكتير من بخمط المدنتين دول على فكرة مفهومش حرب شوارع زي ما كانت في بخمط السؤال السؤال المهم اللي هيقوم بالعمليات بعد كده هو مليشيات فاجنر ولا الجيش الروسي يعني لو افترضنا ان المليشيات فاجنر مشيب من بخمط هل نلاقيها في مدن تانية الحقيقة تقدر تقول ان الجيش الروسي هياخد بخمط قاعدة ارتكاز ويهاجم المدن التاني لان هو كان شايف ان بخمط دي ببوابة لسلوفيا نيسك وكراماتورسك وخلي بالك احنا بنتكلم على مسافة 600 كم فقط من العاصمة كييف العاصمة اشتركوا في القناة